السلام عليكم ومرحبا بجميع الإخوة في حلقة جديدة من أشواء قعف الكورة لنهضروا فيها على جوجة المواضع اليوم سوف نهضروا على الترتيب الفيفا وما هو المميزات للترتيب هذا ونتعرفوا على الرتبة المنتخب الوطن المغربي قريا وعربيا وكذلك عالميا وكذلك سوف نهضروا على مباراة النصنياء ذوري أبطال أفراقيا خاصة المباراة لتأجلات الرجا والزمالك أشواء قعف الكورة مع محمد الحجوي أول حاجة كنتمنى من جميع الإخوة أنهم يدعموننا بلايك لما أبونيش كنتمنى أنه يدير أبوني من طبيعة الحال إلى جبك المحتوى ذي القناة لانستغراما هو دائما الأخبار والجديد كيكون فيه مرحبا بيكم كاملين ونبدأوا على بركة الله إذا رسميا كيتالينا للترتيب الفيفا من بعض مباراة الدولية اللي كانوا في لئضات فيفا اللي دازل منتخب الوطن المغربي اللي كانعرفو لعب جوج ديال المباراة والذيال مباراة أولى اللي كانت تأصر فيها للمنتخب ديال السينيغال بثلاثة الواحد والمباراة الثانية اللي تعادل فيها بواحد وواحد مع المنتخب ديالكونغو الديمقراطية رسميا كيخرج الترتيب للمنتخب الوطن المغربي كيحتل الرتبة سعود وثلاثين عالميا كيتقدم أربع مراكز المنتخب الوطن المغربي الرتبة خمسة إفراقيا والثالث عربيا والتقدم ديالأربع مراكز على المستوى ديالعالم وصلنا الرتبة 39 فهو جمل بعد الانتصار للمنتخب دي السينيغال اللي بدورهم تراجعوة أطرب الهزيمة دي لهم على المنتخب الوطني المغربي بتلاتة الواحد أكبر مستفيد من الترتيب دي الفيفا خاصة في المنتخبات دي الأفراقية وهل هو المنتخب دي الجزائر اللي تقدم خمسة دي المراكز ومن الرتبة 4 أفراقيا نحتل الرتبة 3 أفراقيا وطراجعات المنتخب دي نيجيريا من الرتبة 3 أفراقيا للرتبة الرابعة أفراقيا وبثاف دي الأخوة السؤولوني على المنتخب دي التونس شنو دي رح توصل للرتبة الأول عربيا بالنسبة للمنتخب دي التونس والترتيب دي الفيفا الفيفا عليك كتعتمد كتعتمد للمباراية الرسمية ومباراية الويدية اللي كتكون داخلها في تواريخ الفيفا والتنقية دي للمنتخب دي التونس كيف ما كتعرفو لعب الاقصائي دي الكأس العالم روسيا 2018 وحصل على نقاط اللي مزيانة وكذلك في المونديال دي لروسيا فهو تواجد فيه وكذلك المباراية دي الإقصائيات كأس أفراقيا 2019 وعزز ترتيب ديالو في المباراية دي الكأس أفراقيا 2019 اللي كامل اللي كنعرفو بأنه وصل للمباراة دي النصف النهائي تواجد في المونديال وكذلك النصف النهائي كأس أفراقيا 2019 فهو ما كيخولوا للمنتخب دي التونس على أنه يحتل المرتبة الأولى عربيا والثالثة أفراقيا كيلي الاخوان اللي سولوا بزاف على الترتيب ديل الفيفا اللي كييندابا فاش غاديفيد المنتخبات اللي متقدمام زيان وفاش ما غاديش يفيض المنتخبات اللي متأخرة فالتصنيف ديل الفيفا خاصة المنتخبات ديل الفراقية ترتيب ديل الفيفا عندوا تأثير مباشر للمنتخبات اللي غاديت تواجد في المونديال ديل قطر عام pleasure كيفاش بالنسبة للمنتخبات دي الأفريقية كنعرفوا بأنهم الإقصائية دي الكأس العالم قطر 2022 كينين عشرة دي المجموعات كل مجموعة غادي دوز فيها فقط متصدر للمنتخب الوطن المغربي مثلا حطها للقرعة في المجموعة اللي كتضم المنتخب دي الغينيا غينيا في الصاوي وكذلك المنتخب دي السودان هادي المجموعة هادي فقط غادي دوز منتخب وحيد اللي هو اللي غادي تأهل للمباريات الفاصلة دي الدهاب والإياب المباريات الفاصلة غادي نتأهلوا لها عشرة دي المنتخبات الخمسة الأوائل في تصنيف دي الفيفا اللي خاصة بأفراقيا لهم الحق على أنهم المباراة دي العودة الفاصلة غدا تكون في الملعب ديالهم والمباراة دي الدهاب اللي غدا تكون الأولى غادي نيلعبوها خارج ملعب ديالهم بمعنى أن المنتخب الوطن المغربي في حاجة إن شاء الله على أنه يبقى مع الخمسة اللولين داخل أفراقيا باش في المباراة الفاصلة إن شاء الله إلتزنا لها وكنت منها وإن شاء الله ندوزولها وخاصنا ندوزولها في المنتخب الوطن المغربي غاديلعب مع المنتخب خارج الملعب دياله والمباراة ديال العودة غاديللعبوها في الملعب ديالنا وبالنسبة لمباراة ديالنسف نيائي دوري أبطال أفراقيا الأهل المصري مع الويداد الرياضي وكذلك الزمالك المصري مع الرجاء الرياضي من بعد مسألو المباراة ديال الدهاب الوداد الرياضي خصلت بجوش الزيره مع الاهل المصري والرجاء الرياضي خصلت بوحد زيره مع الزمالك المصري الوداد عندهم مباراة قوية ومباررة صعيدة بزاف المباررة للي هادئة تأخر بجوش دي الاهداف في المغرب في البلد دينا غادة تكون صعيدة ويلا تصعب المأمورية للوداد الرياضي لكن المأمورية صعبة ولكن ماشي مستحيلة الخاص اللاعبين للوداد على انه يمقدموا افضل مباررة لهم في هذا الموسم الى ان تح尽 لخلق المفاجأه ان شاء الاحدى حمول تأشيرها للعبارة جهاز طبعاو الهاتف سنتعرون الوناس باش ياخدوا تأشيرة دي العبور ان شاء الله للمباراة دي النهائي بالنسبة للمباراة دي الطرف الآخر الرجاء مع الزمالك المصري الكاف رسميا كأجل المباراة دي العودة اللي غادت لعب ان شاء الله حتلوا واحد نوان بير وهاتش يرجع بسبب حالات دي اللاعبين اللي مصابين بهذا الوابق هذا في صفوف دي الراجاء الرياضي لوصل العدد الإجمالي الى 14 المصاب اللي كانت منو لهم ان شاء الله الشيفاء ويرجعوا والتأجيل دي المباراة والحمد لله غاد يخدم المصلحة دي الفارق المغربي الراجاء الرياضي باش يستفد من اللاعبين الغائبين خاصة اللاعبين المصابين لإصابات البدنية والعضلية يرجعوا ان شاء الله يعطوا اضافة لتركيب البشرية دي الراجاء الرياضي اللي عرفنا ان المباراة دي الذهاب لعبات الراجاء ناقصة بزاف دي اللاعبين من الخادمة ديالهم على الرأس ديالهم شاكير سندلوير في اللي جبيرة اللي ان شاء الله في المباراة دي اللاعودة غادين يكونوا رجعوا لها غدا تلعب نهار واحد نوان بير. الراجة الان غادين رجعوا لها ان شاء الله اغلب العناصر ديالها. وهد اللاعبين اللي يرجعوا يعطوا اضافة للراجة في المباراة دي الاياب. بحكم انه ما كانوش في المباراة ديالذهاب. اللي راجة خاصة تقدم مباراة مزيانة وبمسوة كبير خاصة بالريتم اللي اللي لعبات بها الراجة في المباراة ديالذهاب في الشوت تاني. الشوت الاول الراجة كانت متواضعة شي شوية وما قدرت على انها تدير خطورة على الزماليك المصري. اللي لعبات بنفس القرينت او نفس القيتالي في الشوت التاني. قادرة ان شاء الله تدير مباراة مزيانة في المباراة ديالي اللي عودة في مصر. اللي اخر مباراة للراجة مع الزماليك في مصر كانت في الفين وخمسة. الراجة قدرت على انها تنتصر على الزماليك بثلاثة الزيرو في الملعب ديالهم. كانت انا ذاك مباراة ديال ايه بنصف نيهائي اه كأس العرب اللي الراجة كانت توجات به في الف مستة المباراة دي الدهب كانت في المغرب الراجة خسرت بجوجل زيرو في المباراة دي الايه بالراجة في الملعب دي الزامالي كربحاتهم بثلاثة على زيرو اللي هدفاء الجيد اللي خاصة الراجة ان شاء الله تتفكر بانه حتى شي حاجة من مستحيلة يآمنوا بالقدارات ديالهم يديروا مباراة اللي مزيانة وكبيرة خاصة ان شاء الله قد نرجعوا اغلب اللاعبين اللي ما كانوش في المباراة الاولى والراجة قادرة على انها تنتصر في الملاعب دي المصر وترجع ان شاء الله بالورقة دي العبور للنهائي دوري ابطال افراقية للنسخة دي الالفين وعشرين اللي نسخة ماراتونية ونسخة استثنائية ان شاء الله غاديكون عندنا موعد من بعد مباراة دي اللي ويددوا الاهلي مباشرة من بعد مباراة غاديكون تحليل مباشرة للمباراة مرحبا بكم وكذلك ان شاء الله ما زال غادي نقربوكم من اي حاجة جديدة جامع التساؤولة ديالكم خليوا ليفتع علاقا نقرأ كل شي والناس اللي عندهم لانستاغرام وكيبغوا يتبعوا الجديد ديالي فلانستاغرام ها هو الحساب ديالي مرحبا بكم ما بقى ليه الا نودعكم كان معكم محمد الحجوي من قناة منتخب فانز استودعكم والله والسلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم